يعني الغنى التراثي واختيار حضرتك للغنى التراثي هل منعك من أنه أنت تبقى يعني مهتم بالغنى المعاصر تعمل ألبومات لنفسك وهل كل المطربين اللي بيهتموا بالغنى المعاصر ده شوية بيظلمهم أو بيخليهم بعاد عن الغنى المعاصر لا هو أشوف أقول لحضرتك على حاجة اللي حصل له استغراق في الغناء القديم صعب أو يبصر على أي حاجة تانية صعب أنه هو يغني الحاجات اللي هي يعني الأغاني حديثة ما فيهاش العمق اللي احنا اتربين عليه في الأغاني القديمة يعني أنت بتسمعش أغاني معاصرة خالص؟ بنسمحها مين اللي ما تنزعكش وين ما سمعته شغال؟ مين ما نسمحش فيه؟ بنسمحها كلها كلها بنسمحها ولكن بنرجع برضو للأصل للأغاني القديمة اللي هي فيها فيها الكلمة القوية جدا الحلوة فيها اللحن الرائع المعبر فيهم الأصوات المعبرة الشجية العزبة اللي مليانة إحساس لما تلاقي دول قدامك وتلاقي دول قدامك هتختاري أنهي اللي انت ترشبك مش دالي وقته دالي وقته؟ لا اللي بيشبعك ولكن هو زي بحضاتك أشارتي فعلا ده له وقته في خلال الأربعة وعشرين ساعة أسمع دائمتا وأسمع دائمتا وأسمع دائمتا طب تسمع مين من المعاصر؟ يعني نعم تسمع مين من المعاصر؟ والله كتير يعني كتير أنا أسمع هتغني هنا معاصر ولا لا؟ أنا ليه حاجات خاصة كنت عملتها ولسه يعني لأسف يعني مفيش المناخ عشان يعني تطلع بالشكل اللي أنا كنت محتاجه اللي أنا كنت محتاج الشكل أطلع بيها لكن إن شاء الله يعني ربنا يوفق الأجيال بقى اللي جاية من الشباب يحققوا امتداد لزمن الفن الجميل بالشكل الصحيح اللي يعبر عن هويتنا الفنية المصرية يعني أنا شرفت بوجود حضرتك معنا الفنين محمود درويش والحقيقة متعنتنا بالأمسية دي